يا مسلم هل لك حاجة؟ عندك حاجات من حاجات الدنيا والآخرة؟ هل ضاقت عليك الدنيا بما رحبت؟ هل أغلقت في وجهك أبواب؟ هل أنت مهموم أو مكروب؟ هل ضيق عليك في رزقك؟ هل تخاف على نفسك من شيء؟ أو على أولادك؟ هل تطاردك هموم أو تعيش في غموم؟ هل تطلب ولدا أو وظيفة أو نصرة؟ هل لك نعمة تريدها؟ أو دفع سوء أو جلب منفعة؟ الحل عندك وبين يديك؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله من الدعاء من لم يسأل الله يغضب عليه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانه الدعاء هو العبادة هذا الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم إظهار الافتقار إلى الله التبرء من الحول والقوة الإعتراف لله بالعبودية وسؤاله بالربوبية واستشعار الذلة بين يديه الطلب والإلحاح والاضطرار إلى الله وكذلك الإخفاء والسؤال بالأسماء الحسنة وإذا نظرنا إلى أدعية القرآن والسنة سنجد أنها تدور على خيري الدنيا والآخرة فمن أدعية القرآن وأول دعاء في القرآن إهدنا الصراط المستقيم فلما سألوا الله بربوبيته رب العالمين وأسمائه الحسنى الرحمن الرحيم ومجدوه وعظموه بأنه مالك يوم الدين وأقروا بالعبودية له والاستعانة به سألوه الحاجة إهدنا نسألها أكثر من سبعة عشر مرة نسألها أكثر من سبعة عشرة مرة في صلواتنا لماذا؟ لأننا نحتاج إلى الهداية ولو كنا في هداية فنحتاج إلى المزيد من الهداية الهداية درجات وإذا كنا في هداية فنحتاج إلى الثبات على الهداية لأن القلوب تتقلب ولذلك نحن نسأل الله الهداية باستمرار وهناك هداية في مسائل العقيدة والإيمان وهداية في أحكام الفقه والحلال والحرام وهداية لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو تهدي إلى الحق المبين بصائر وعلى الهدى للسائرين منائر